وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم إليك وضعنا في آخر التطورات والتفاصيل ومدى الإقبال تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف فاليوم أيضا نشهد فعاليات رياضية وترفيهية في نفس ذات الوقت هنا في المنطقة الشاطئية بالعالمين الجديدة الخاصة بالطبع مهرجان العالمين الجديدة نتحدث اليوم عن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية الذجاءة بعدد كبير من المشاركين في هذا الاتحاد بعدد مختلف من الألعاب ليشاركوا في مهرجان العالمين الجديدة على شواطئ العالمين الجديدة وهذا ما يميز الألعاب هذه النسخة من المهرجان نتحدث عن لعبة الراكت على سبيل المثال نرسل الآن عدد كبير من لعبي الراكت من الشباب والسيدات والبنات الصغار متواجدين ويستعدون لبداية بطولة لخاصة بالراكت تابع لي الاتحاد المصري الألعاب الترفيهية بالإضافة أيضا لألعاب أخرى ترفيهية مثل الدومنة على سبيل المثال كل هذه الألعاب ستكون متواجدة اليوم على مدار اليوم في المنطقة الشاطئية بالإضافة لذلك أيضا الألعاب الشاطئية المتعارف عليها مثل كرة الطائرة متواجدة اليوم أيضا استمرار لبطولة كرة الطائرة في مهرجان العالمين الجديدة وأيضا كرة السلة وكرة القدم هذه البطولات الخاصة بالكرة بشكل عام سواء كانت طائرة أو سلة أو كرة قدم تستمر على مدار الأسبوع وتأتي نهايات كل أسبوع ببطولة تقليدية يعني يتم تكريم فيها الفائز في أي من هذه اللعب التي تلعب على الشاطئ مباشرة بالإضافة أيضا للفعاليات الترفيهية والثقافية المستمرة أيضا ضمن مهرجان العالمين الجديدة في نسخات يكتانية منها بالطبع المسرحيات التي تعرض في المسرح الجديد في المنطقة الشاطئية ونحن على انتظار لمسرحية السندباد للفنان الكبير كريم عبدالعزيز التي ستعرض في نهاية هذا الأسبوع بالإضافة أيضا كما ذكرتم منذ قليل الحفلات الغنائية التي تقام بالفعل في منطقة اليو أرينا على الناحية الأخرى من شاطئ العالمين الجديدة وهذا بالطبع الجميع في انتظار الحفل الخاص بالنجم عمر دياب هذا أيضا يعني جزء من الفعاليات الفعاليات أيضا هناك فعاليات ثقافية مختلفة منها السرك القومي الذي يقوم بعروض مختلفة على مدار اليوم في منطقة الشاطئية الترفيهية وأيضا على الممشى السياحي بعروض للفرق الخاصة بالمحافظات وفرق ساحلية مثل فرقة بورسعيد وفرق الإسماعيلية مثل فرقة السمسمية وهو ما يؤكد على الاستمام بالحفاظ على الهوية المصرية والطراثية بشكل عام عن طريق الفنون التقليدية الشرقية المصرية هذه هي صورة عامة عن ما يحدث اليوم في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية والآن أعود عليكم مرة أخرى زميلي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك